إخوة الإيمان إن الله عز وجل حينما خلق الإنسان وأوكل له خلافة الأرض وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة هيأ له من كل الوسائل اللازمة لهذه الخلافة هيأ له المطعم والمشرب والمأوى وهيأ له العلم وهيأ له إمكانيات التطور وهيأ له البنية الاجتماعية السليمة وكان أساس هذه البنية الاجتماعية السليمة الأسرة الأسرة التي هي شراكة بين ذكر وأنثى أو إن صح التعبير بين رجل وامرأة لتكون هذه الشراكة ناجحة لتكون هذه الشراكة أساساً لبناء مجتمع سليم قوي متماسك معافى فكلما كانت الأسرة سليمة معافى متماسكة كلما كان المجتمع سليماً قوياً متعافى وللأسف الشديد كانت الأسرة قبل الإسلام تعيش في تعسف وظلم وذلك بسبب ما كان يقع على المرأة من ظلم ومن مهانة ومن سلب للحقوق فكان الذكور هم الذين يرثون وأما النساء والصغار فلا نصيب لهم وكانت النظرة إلى المرأة أماً كانت أو بنتاً أو أختاً نظرة عار وخزي لأنها كانت ضعيفة وكان هو مجتمع الغاب الذي يعتمد على القوة يعتمد على العضلات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم حال بشع وصف القرآن الكريم في التعامل مع المرأة وفي التعامل مع النساء فأتى القرآن الكريم وأتى الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ساوى بين الحقوق خاصة في المعامل خاصة في العدل خاصة في التمايز فما قال إن أكرمكم عند الله أبيضكم أو أحمركم أو أصفركم أو رجالكم أو شبابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يتنافس في ذلك المرأة والرجل يتنافس في ذلك الشاب والشابة يتنافس في ذلك كل أبناء المجتمع فأرسى الإسلام القواعد التي أساسها العدل التي أساسها الخلق فالله هو الخالق والله هو الرازق والله هو المعطي والله هو الذي يعطي النظام السليم اللازم لهذه الحياة وكل مخالفة وكل مخالفة لهدي الله كل مخالفة لشرع الله سيدفع ثمنها غاليا ستدفع البشرية شو؟ ستدفع البشرية الثمن غاليا والواقع يا أحبابنا أن الإسلام قد عني بأدق التفاصيل وبأهم الملفات وحض على الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء له حماية له حرز من المعصي وكذلك قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر وفي رواية للبيهقي إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر فهكذا يا أحبابنا هكذا كان الهدي القرآني هكذا كان الهدي الرباني مبينا وموعيا لهذا الأمر وإذا رجعنا إلى بحثنا الذي هو التقوى والتي هي ملاك كل أمر والتي هي التزام بكل نهي واتباع لكل أمر إذا رجعنا لنجد أن التقوى قد ظهرت في قضايا الأسرة ظهورا صريحا خاصة حينما يختل البناء الأسروي خاصة حينما تخرج الأمور عن نطاق العدل عن النطاق الذي وضعه الله عز وجل لهذه الأسرة ففي سورة البقرة الآية 231 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم طبعا يا أحبابنا الآيات تتعرض إلى حالة أساسية حالة مفصلية في قضايا الأسرة وهي الطلاق فيضع لهذا الطلاق سنن وقوانين وبرامج لحماية هذه الأسرة أول شيء ليقلل من هذا الطلاق بده يقلل من الطلاق بده يضع الأمور لكي يصلح الأمر في هذه الأسرة وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم شو يعني فبلغنا أجلهم قال يعني بعد ما يحدث الطلاق طبعا وهذا الطلاق لا يحدث إلا بشروط مو كيف ما كان أعد داخل أهو والله ما بعرف شو والله ما هذا يعني وصلنا بهذا الأمر إلى مرحلة يعني من التخلف مرعبة بقدر مو الإسلام في رقي في حضارة بقدر ما وصلنا بمرحلة من التطبيق فيها يعني الكثير من التخلف عن الدين التخلف عن فهم النص القرآني وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم فأولا الطلاق لا يقع إلا بشروط في شروط يقع فيها في حالات وكذلك بعض الطلاق فإن المرأة تعتد في بيت الزوجية قال نعم قال نعم تعتد في بيت الزوجية خاصة الطلاق الرجعي يعني أول طلقة أول طلقة ما بصير ما بصير تحمل حالة وتروح تترك البيت قال لا تعتد في بيت الزوجية قال إيه والرجال صار غريب إيه صار غريب تلبس حجاوة وكذا قال وبركي يعني صار شي ما نحن هذا اللي بدنا يعني نحن بدنا يصير شيء نحن بدنا يرجعوا لبعض فأي شيء بيراجحها وينتهي وتنتهي هذه المشكلة ففي عدة قال طيب إذا انقضت هذه العدة قال ثلاثة شهور قاعدين ببيت واحد ولا صار مرحبة ولا صار أهلين ولا صار كيفيك ولا صار اشتقتلك قال وعنات الأمور وصلت لمرحلة يعني مرحلة صعبة الحياة قال طيب يا المرحلة المفصلية قال يا أمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف امساكم بمعروف أو تسريحون بإحسان ما في نكايات ولا تمسكوهن ضرارة قال بيجي بيتركها لا تخلص قدتها بيراجعها وبيمسكها بعدين ايش بيخليها معلقة بيخليها كذا بدينتقم منها بتشوفي إذا أنا تصل الأمور إلى مراحل ولا تمسكوهن ضرارة لتعتدوا قال هذا شو اسمه؟ قال هذا اسمه اعتداء ومن يفعل ذلك قال طيب اللي بساوي هالشي فقد ظلم نفسه قال إيه هو عم يمشي على الأحكام الفقهية هو ما خالف الأحكام الفقهية قال أعكن ولا تتخذوا آيات الله هزوة أعكن إن كنت أخذوا آيات الله استهزاء الطبقوة بطريقة فيها تحايل الطبقوة هذول يا أحبابنا أصحاب السبت أصحاب السبت يلي مسخوا قردة وخنازير طبعا هل هو مسخ روحيها هل هو مسخ الله أعلم ولكن كانت مخالفة فما يجي واحد يأخذ الآيات ونصوص ويتلاعب فيها متل ما بده يتخذ والله ايه والله بيجي أنا هذا بعد ثلاثة شهور وقبل ثلاثة شهور يوم إلا راجعتك ايه فقال من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم أن بيّن لكم الأحكام أن هيئ لكم الأسرة أن هيئ لك الزوجة لتسكن إليها أن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة هذا الكتاب يا أحبابنا اللي فيه نجاحنا واللي فيه سعادتنا واللي فيها سعادة المجتمع والعالم كله يا أحبابنا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيظكم به واتقوا الله اتقوا الله إيش بأن تمسكوهن بمعروف أو تسريحوهن بإحسان تتقوا الله بألا تمسكوهن ضرارا تتقو الله بقلّ لا تعتدوا هاي تقو الله يا أحبابنا شو ما يحن تتقو الله لك تقو الله نروح نطج ونركع بالجامع بس يك تقو الله نحمل مسبحة ونطول لا يا أحبابنا تقو الله أفعال الإنسان تقو الله عند حدود الله عز وجل هون تقو الله قال واتقوا الله واعلموا يكون بعلمك يكون بعلمك أن الله بكل شيء عليم قال والله عمل حيلة لحتى يوقع عملت حيلة لحتى تكارهم كارها والله عمل كار واتقوا الله يا أحبابنا اتقوا الله في أبنائكم اتقوا الله في زوجاتكم اتقوا الله في أزواجكم اتقوا الله في أسركم يا أحبابنا تقوى الله قضية أساسية في البناء الأسروي الناجح في الإسلام واتقوا الله واعلموا كن بعلمك ويكون بعلمك أن الله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم يعني يعلم كل همسة في أعماق النفس يعلم كل فكرة تخطر على البال يعلم كل تصرف يعلم هذا الإيمان اللي بدي يكون عند الإنسان هذا التقوى اللي بدي يكون عند الإنسان وكذلك يا أحبابنا في الآية 233 بصورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قديش الرضاعة نظام الرضاعة يا أحبابنا نظام بمنتهى الروعة نظام علمي نظام غزائي نظام تربوي نظام اجتماعي يعني وضع تفلسفه ببداية القرن العشرين شو بديت الفلسفة شو الرضاعة تخلف لا 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 جيبوله شو اسمونيدو جيبوله حليب بقر جيبوله رجعوا رجعوا بعدين بعد ما تفتحوا شوي بالعلم وكبر عقلهم شوي قال لك لا 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 شيء يماثل الرضاعة للولد بتنميله نظام المناعة بتنميل علاقة بينه وبين أمه هذا الحليب هو سائل خاص لهذا الطفل يتطور معه في إيش في كل مراحل رضاعته بنتقل معه ما هو ما هو نفسه السائل لذلك صار يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من الدم صار دخل هذا الحليب في بناء ايش في بناء جسده وفي بناءه نظام يا أحبابنا والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين شو معناتها يرضعنا أولادهن حولين كاملين في كتير قضية اليوم النساء والأزواج ما بينتبهولها انه شو انه والله سنتين رضاعة ايه وإذا بعد هالسنتين حبلت تسعة شو يعني عمليا ثلاث سنين بين الولد والولد على الأقل قديش بين الولد والولد ثلاث هيك النظام القرآني هيك إذا بدأ الأسرة تتنظم هيك أما شو صار والله لسا ما صلى خلصت نفسها ما رضعيت كذا شو والله شو حامل شو حامل لسا ابنة على على صدرة لسا على الولد هداكي ما صار عمره شهر شهرين مسكين هذا مين بده يرعاه مين بده يربيه قال لا والله ما مضى ثلاث اربعة شهور حامل ايه بيلك والله اجه هذا على راس أخو تتطلع بتلاقيه هو ضايع وأخوه شو ضايع أكتر أكتر منه فالإسلام نظم هذه الأمور وبين هذه الأمور بحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وكما ذكرنا يا أحبابنا أن نظام الرضاعة كان نظام بمنتهى الروعة كان نظام عرفنا بعدين أهمية هذا النظام عرفنا بعدين أهمية هذا النص القرآني فمنا أنه الحضارة مو أنه الأمة تردع ولادة فمنا أنه الحضارة أنه الأمة تردع ولادة بس بعد شو بعد شو يا أحبابنا فهكذا القرآن يا أحبابنا إذا بدنا نستغني عن القرآن استغنينا عن روح الحياة مثل ما قال الصافي النجفي له أبيات رائعة في هذا القصوص قد حول قرآنه نورا وهدى فحص القرآن من لا يعقلوا قال لا هدول العلماء هدول الطبقة المثقفة الراقي هدول الطبقة المغفلة هدول الطبقة الغبية هدول الطبقة اللي لا فهم علم ولا فهم حضارة واللي عم يستكشفوا مع الأيام غباء لمخالفة لهذه النصوص قد حوى القرآن نورا وهدى فحص القرآن من لا يعقلوا قل لقوم نبذوا أحكامه ما لكم مما نبذتم بدلوا فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم ضاءت بسناه السبل فكأن الكون فكأن الكون فيكم روضة وعلى الأغصان أنتم بلبلوا وكأن الكون أفق أنتم فيه بدر ساطع لا يأفلوا هكذا يا أحبابنا لما أصحاب النمي صلى الله عليه وسلم حملوا القرآن فهما وتطبيقا ومحبة وأنوارا نشروا السعادة في كل الكرة الأرضية نشروا السعادة في كل الكون فكل مخالفة يا أحبابنا كل مخالفة للقرآن الكريم كل مخالفة سندفع ثمنة غاليا سندفع ثمنة شو غاليا فلذلك صار مسكين هالولد ما يرضى وصار ما يجيبوله حليم ويعملوا له نيو سكر ولا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم ومو بس هيك خلال الرضاع خلال بده يتأمن الكسوة بالمعروف يتأمن الرزق يتأمن كل كل هذا الأمر لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده حتى لو مات الشخص وعلى الوارث مثل ذلك اللي بده يورط بده يهتم بإيش بهذا الطفل ويهتم برزقه ويهتم بكسوته فوضع الإسلام نظامي أحبابنا ما في والله أنه والله فوضى قال لك هذا الطفل بدك تهتم فيه من رضاعته شو معناتها قال إيه خلص رضعناه ولحشناه قال لا يا أخي إذا بدك تهتم فيه من رضاعته معناتها بدك تهتم فيه بكل مراحل حياته لأن هذا الطفل بده يكون استمرار عملك الصالح بعد موتك هذا أكبر تجارة ناجحة لك في هذه الحياة استمراره بالعمل الصالح أنت انتقلت إلى رحمة الله انتهى وجودك في هذه الحياة رفعت أقلامك وجفت صحفك إلا إذا فيه ولد صالح بدعيلك إلا إذا فيه ولد صالح بيقوم بأعمال صالحة بيكون هو العلم النافع الذي ينتفع به وبيكون هو الولد الصالح وبيكون هو الصدقة الجارية طبعا الحديث فسلت بثلاث قضايا ولكن هذا الولد الصالح يجمع هذه الثلاث فهو صدقة جارية وهو علم ينتفع به وهو ولد صالح يدعو لك فهكذا وضع بناء الأسرة استمراري بالعمل الصالح إلى قيام الساعة ذرية بعضها من بعض فيأتي الأباء يتبعهم الأبناء يتبعهم الأحفاد كل على هذا النهج وكل على هذا قال وإياك وإياك ثم إياك أن يكون الأولاد هم هم السلاح اللي بتتحاربوا فيه إذا وقع الطلاق أو وقع الانفصال فإن لك وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف ولكن فإن أرادا فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم كمان إذا شفتوا والله السنتين كتير الولد استقام أموره قبل فاتفقتوا أنه توقفوا قبل فما في ما يمنع يعني راح بيلك شو حولين كاملين بدنا نرضعوا 24 شهر لا هاي هاي أقصى مدة هي إيش هي الحولين الكاملين واتقوا الله واتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في رضاعتهم في غذائهم في بنائهم في تنشئتهم بدك تنشؤه مثل ما رضعته الحليب بطفولته بدك ترضعي القرآن بطفولته بدك ترضعي الإيمان بطفولته الصلة بالله بطفولته ومو بس والله اخي طعمينا ولبسنا وخلاص لا لا هاي اشارة هاي اشارة واتقوا الله اتقوا الله في ابنائكم اتقوا الله في رضاعتهم في ثقافتهم في ايمانهم واعلموا ان الله بما تعملون بصير هناك شو بما تعملون عليم عرفاء قال هوني زيادة قال هون شايفكن وعرفانكن وكيف عم بتفكروا وكيف عم بتساووا اليوم يا احبابنا بالقرن الوحدو عشرين بقرن الفضاء بقرن التقدمات شو الولاد الرضا عم بيلتحشوا بالمذابيل عم بيلتحشوا على بواب الجوامع وعلى بواب الكنايس وعلى بواب لا حول ولا قوة الا بالله اي تخلف هذا يا احبابنا اي تخلف اي رجعية اي رجعية هذه بينما وين الطفل بالاسلام يا احبابنا مكرم الرضيع مكرم ما بصير حدا يزاحمه سنتين هذا حقه لا بيزاحمه اخ ولا اخت ولا ولا احد هي مساحته هي مسافته اللي اللي اله اللي بديتنشأ فيها اللي بديتفرق كل الجهد من الام والاب الى هذا ايش الى هذا الرضيع واتقوا الله فتقوا الله يا احبابنا حاضرة في المفاصل في القضايا الاساسية كما هي حاضرة في كل التفاصيل واعلموا ان الله بما تعملون بما تعملون بصي بعد ذلك في افتتاحية صورة النساء افتتاحية ولا اروح ليبين هذا المجتمع الذي بني على الاسر سيرتقي ويصبح بكامله اسرى واحدة شو اسرى واحدة الاسرى متندت صار في العيلة الام والاب والاولاد وصار في الست والجد والست والجد صار عندهم عيال البنات تزوج وصار عندهم احفاد والشباب تزوج فكانت العيلة صارت عدة ايه عوائل والعوائل شكلت اسرى كبيرة والاسرى الكبيرة شكلت قبيلة والقبيلة شكلت مدينة وهكذا يا احبابنا اصبح بدء الانسان كل اسرى واحدة ان يتقوا الله ببعضهم البعض فالانسان اخو الانسان شاء ام كريه يا ايها الناس لبيك اللهم لبيك اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اساسكم كلها تكون شو نفس وحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اتقوا اتقوا الله واتقوا هالرحم اللي جمعكن الرحم اللي كان سكن لكم في لحظة من ايش من اللحظات ان الله كان عليكم رقيبة شاء الله بفجر الغد نتابع في هذه الاية لان هذه الاية ستقلب المجتمع كله الى مجتمع انساني متحابب ستقلب المجتمع كله على اختلاف اديانه على اختلاف الوانه على اختلاف لغاته الى اسرة واحدة الى اسرة واحدة تحكم هذه الاسرة تقوى الله عز وجل اتقوا الله عز وجل نازلين دبح ببعض نازلين دبح ببعض خاصة من الدول اللي عم بتسمي حالة عزمة اليوم العظمة يا احبابنا بالاخلاق العظمة بما نؤدي للانسانية من خدمات العظمة يا أحبابنا مو بالقتل والضرب هذه عظمة الحيوانات هذه عظمة الزئاب هذه عظمة الوحوش وليست عظمة الإنسان فالدول العظمة التي ترتقي يا أحبابنا بالإنسان والتي ترتقي بالأسرة والتي ترتقي بالمجتمع اليوم يا أحبابنا عم نشوف العظمة كل ما ندبحت الأسرة كل ما تخلفت الأسرة وكل ما عم نحتار كيف بدنا نمزق الأسرة يعني شيء يا لطيف أجارنا الله عز وجل وحافظنا وحافظ أسرنا وحافظ أبناءنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وإلى من سبقنا إلى دار البقاء الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على تربية أبنائنا وتنشئتهم وأعنا على بناء أسرنا على الشكل الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا رجاء السائلين اهدي أبنائنا وذرياتنا إلى ما فيه رضاك اهدهم إلى ما فيه محبتك اهدهم إلى ما فيه طاعتك إلهنا مولانا رب العالمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها يا رب العالمين يا رجاء السائلين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها تصدق علينا بقلوب سليمة وأنت القائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب تصدق علينا بقلوب سليمة من الشقاق والنفاق ومن ظلمات المعاصي بفضلك بجودك بكرمك بعطائك بلطفك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبنا على الإيمان واجعلنا من عتقائك في شهر رمضان يا رب اعتق رقابنا من النيران اعتق رقاب أبنائنا أزواجنا أحبابنا إخواننا أبنائنا ذريتنا اعتق رقابنا من النيران آباءنا أمهاتنا يا رب من فيك أحبنا ومن فيك أحببناه اغفر لنا مغفرة عامة شاملة اعتق رقابنا من النيران فضلا جودا كرما منة منك يا الله لطفا منك يا لطيف كرما منك يا كريم حنانا منك يا حنان يا واسع يا عليم يا بصير يا شاهدا على كل شيء ارحم ضعفنا ارحم ذلنا ارحم تقصيرنا يا رب جئناك ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة موسيقى 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 موسيقى